موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وأن يسد الدين عن المديونين وأن يوسع أرزاق المسلمين يا رب العالمين وأن يفرج هم إخواننا الذين ذاقوا الويلات في تلك الأمطار التي نزلت في بيوتهم ومحالهم وأسأل الله عز وجل أن يعوضهم خيرا اللهم أمين يا رب العالمين ما زلنا في شرح رياض الصالحين اللي لدي الحلقة رقم 11 من شرح رياض الصالحين ومع الحديث رقم 11 أن الحلقة رقم 11 والدولة للحديث رقم 11 تعالوا نشوف مثل الحديث ونبدأ في شرح هذا الحديث متوكلين على الله عز وجل سائرين المولى عز وجل أن يمدنا بخير بمدد من عندي سبحانه وتعالى وأن يعلمنا ما ينفعنا أن ينفعنا بما علمنا يا رب العالمين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة طبعا بضعا وعشرين درجة دي بضعا وعشرين درجة يعني تشمل كده من 23 إلى 29 لكن وضح طبعا في روايات تانية في روايات تانية الحديث طبعا في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة لكن في روايات تانية أنه هو أن صلاته في سوقه وبيته صلاته في الماء في جماعة تزيده على صلاته في سوقه وبيته خمسا وعشرين درجة وفي رواية سبعا وعشرين درجة يبقى المقصود هنا ببضعة وعشرين درجة خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين التفاول ده ما هوش تناخد في الروايات وإنما هو على حسب إخلاص العبد لله وعلى حسب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلوات وعلى حسب أشياء كثيرة جدا من يعني اتيانه بالصلاة على تمامها وكمالها بخشوعها وركوعها وسجودي إلى غير ذلك فبتختلف من واحد للتاني لكن هي في الروايتين التانيين بتوضح أن صلاتك في الجماعة تزيد على صلاتك في بيتك وفي سوخك خمسة وعشرين درجة أو سبعة وعشرين درجة حتة المفاضلة ديت لما تسأل بقى الأصولين وعصول الفقه يقولك أن المفاضلة دي تدل على أن صلاة الإنسان في بيته ليست باطلة وإنما بقى واحد ممكن يمسك والحتة دي الحمد لله أنا مش باطلة بأنصلي في فيتنا لا بس بص الخير بقى اللي يفوتك تخيل حضرتك هل تقدر تصلي مثلا لإشاء في بيتك سبعة وعشرين مرة بنفس درجة الخشوع اللي هتصليها في المسجد لو تقدر تعمل كده طبعا دي صعب جدا يعني هخش كده الصلاوات الخمس لو أنا مش عايز أصلي في المسجد هخش أصلي للصبح الله أكبر سبعة وعشرين مرة عشان أخد أجر اللي صلها في المسجد وبعدين ومش هاخد أجره برضو ليه؟ هيتضح طبعا ده من السياق الحديث لأن إنت وإنت ماشي بقى وراح المسجد كل خطوة يطرف عليك درجة والخطوة الثانية يتغفل لك خطيئة حتى ما توصل المسجد تخيل لو المسجد بعيد شوية فبتمشي مثلا ألفين خطوة أو ألفين خطوة والقراءة تاني صحيحة تان فإنت ماشي بقى من بيتك للمسجد أو من السوق للمسجد ألفين خطوة تخيل حضرتك كل خطوة يطرفع لك درجة في الجنة ويتغفر لك خطيئة وذنب من الخطايا بتوعك فتخيل بقى عبارة ما توصل يبقى أنت كده ترفع لك ألف درجة واتغفر لك ألف خطيئة ولسه ما اتغلتش في الصلاة وبعدين في حاجة كمان أن الأجر بتاعك وانت راح تصلي هو نفس الأجر بتاعك وانت راجع من الصلاة الغضو والرواح وانت راح تصلي وانت راجع من الصلاة ما شاء الله إيه الخير ده كله رايح واحد راح يصلي في المسجد راح يصلي مثلا وخصوصا بقى فيه صلاة معنبة بالأجر فيها مضاعف يعني لما تتروح المسجد في صلاة الظهر غير لما تروح في صلاة الفجر في أز البرد والمطر لأن الأجر على قدر النصب والتعب والمشقة ما فيه واحد بيحج والتالي بيحج برضه بس واحد بيحج سياحي بينزل فقط في يوم عرفة كده وخبان حضرتك ويقضيه يومين ثلاثة ويفدي وكم دي بيحي يقدمهم وبالسلامة ويرضع وواحد مقضيها بقى من أول من أول الطروية مقابل الطروية كمان ممكن يكون قعد قبلها بسلا بخمستاشر يوم والعشر تيام ومقضيها لحد يوم تلاتتاشر ما شاء الله خد بقى المشقة دي كلها ممكن ما يكونش بقى من الناس اللي بيعضوا في خيم في ميناء ولا خيم في عرفة ولا بيأكل بقى جنباري ولا استكوزة ولا كابوريا ولا كمان ده كله ومقضيها بقى كده يدوب مزايا على طفحايا على سندوتش صغير على شفقيه ومقضي بقى عايش حياته كلها للعبادة فدوت حج وده حج لكن فارق كبير جدا من اللي قاعد في خيمة مكيفة وخبالك وعمال بيأكل جنباري واستكوزة وكابوريا وده 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 والتاني المسكين اللي نايم في الشوارع نايم على الرصيف وبيتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يأجوره على هذا الخير طبعا ما بنقللش من قدر ده وما بنقللش من قدر ده لكن أكيد الأجر بتاعت دوت أكبر من دوت لأن الأجر على قدر التعب والنصب والمشاقة ربنا يرزقنا وياكم الأجر ولا يحرمنا رب العالمين يبقى إذن صلاة الرجل في بيتي لما نبع نسمي لك الصلاة في البيت الصلاة في المسجد في جماعة أفضل 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 من صلاتك في بيتك وسوقك 25 أو 27 درجة كلمة أفضل معناها إيه؟ معناها أن الصلاة دي صحيحة لكن خب بالك من الله أفضل منها بقى بـ 25 أو 27 درجة قالوا فعلا صلاتك في بيتك إن كانت خاشعة وإن كانت وكذا 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 وقتيت بالشروط والأركان والواجبات والسنن وكل هذه الأشياء وابتغيت بهذه الصلاة وجهة الله صحانه وتعالى وقتيت بها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمونه وصلي فلك أجر صلاة يعني بعد الهصة دي كلها ديك أجر صلاة إنما نفس الصلاة لو صلتها في المسجد لك أجر 27 صلاة يبقى إذن المفاضلة تدل على صحة الصلاة ديك لو قتيتها بكل اللون والواجبات بالشروط والأركان والسنن وكل هذه الأشياء لكن هيفوتك أجر كبير وخير كبير لا يقتر على قلب بشر ولذلك نبع سم يعني هدد وصلاة الصلاة في الجماعة أقل ما يقال عنها إنها واجبة وهي فرض عين على كل مسلم أنت تصلي في المسجد لكن إذا كنت إذا كان ما عندك عذر لا مارض ولا أي عذر آخر من الأعذار التي يفوتوا جباها صلاة الجماعة طبعا هنتكلم عنها بالتفصيل الشديد جدا لما نيجي نتكلم عن فصل صلاة الجماعة وكل ده وارد طبعا في شرح رياض الصالحين لكن تخيل بقى قدر الخير اللي ممكن يفوتك بالبلد كده بتختصر عمرك تيجي مثلا يوم القيامة فلان ده صلى في المسجد صلاة من يوم ما كل في الحد ما مات كان عنده 15 سنة مثلا أو 12 سنة أو 10 سنين وكان بيروح المسجد 10 سنين وبعدين مات وعنده 60 سنة 50 سنة صلاة في المسجد شو بقى الأجر اللي أخده اضرب 50 بقى في اضرابها مثلا في كم شهر في كم يوم في كم صلاة في اليوم 5 صلاة في اليوم شو بقى هيطلعت ديه وتلاقي التاني وتلاقي التاني وكل صلاة تضربها في 27 وتلاقي التاني اضرب برضو صلاواته كده برضو ما شاء الله في كم شهر في كم يوم في كم صلاة لكن مش هتضربها في 27 هتفرق ان ده هيجي بصلاوات قدي دوت 27 مرة ليه؟ لان ده صلاة في مسجد وده ما صلاهاش في مسجد شوف الفضل بقى والخير اللي ممكن اللي ممكن يفوته يبقى قول اللي بسع سنة من صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة قلنا 25 او 27 كما في روايات الاخرى وذلك ليه رسول الله بقى الأجر ده كله وذلك ان احدهم اذا توضأ فاحسن الوضوء الله بطلوب مننا الاحسان في كل حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاحسان في كل شيء ويقول كما في الصعيحين ان الله كتب الاحسان على كل شيء كل شيء مطلوب مننا ان احنا ايه؟ نصل الى درجة الاحسان لما سئل النبي عما ايه مراتب الدين الاسلام والإيمان والاحسان اعلاه الاحسان ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن الإحسان لما سأله جبريل عليه السلام وما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لما جيت أكلم عن رؤية العبد الرب قال كأنك لأنك مش هتشوف لن ترى الله عز وجل حتى تموت يعني إنسان مش هشوف ربنا إلا في الجنة ربنا يرزقنا وإياكم يا رب الجنة ويرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى وجوهن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الذين أحسنوا الحسنة وزيادة الحسنة هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى يبقى إذن الإنسان مطلوب منه إيه الإحسان أنت عبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فعلا أنت مش هتقدر تشوف ربنا فإنه يقينا فإنه يراك سبحانه وتعالى يبقى إيه ذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء كان سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما في يوم الأيام شافوا واحد كبير في السن تخيله ما بيعافش يتوضى ويا ما ناس يعني مساكين يعني يا ما ناس مساكين تبقى إيه وبيتوضى يعمل كده ويجيب الماء لحد هنا وما يوصلاش لحد هنا وبعدين استنشاق ومضمضة ما فيش خالص يعني أي كلام كده يجي عند غسل الوجه وتلاقيه مسك الماء وكأنه عزك الله مش بيتوضى كأنه عفا بيلطم يوم ضرب الماء على وشه كده وخبالك ويوم داخل على الأدية طيب أنت غسلتش وشك ده الوجه ده كده من الأذن للأذن ومن بداية منبط الشعر حد إيه حد أسفر الضخن فين الماء ما وصلتش يا دوب رمه على الجزء اللي الدمان ده من الوجه وخلاص لا ده مش وضوء ويجي عند رجليهم غاسلوا ويترك الأعقاب ويلوا للأعقاب من النار لابد من إسباغ الوضوء يبال إنسان لابد أنه يسبغ الوضوء الولزايا كنما عسام ورد في الحديث الهدراه الترمذي بسنة صحية هو أصل عند مسلم والزياد الهولى عند الترمذي قال من توضى فأحسن الوضوء فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبدو هو رسوله الزيادة اللي جاءت بقى عند الترمذية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله اتفتح لك أبواب الجنة الثمانية بمجرد ما تحسن الوضوء تسبغ الوضوء ما شاء الله تتوضى زي ما النبي توضى وزي ما سيدنا عثمان بن عثمان وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب أنه يحضر ماء ثم توضى ثم قال لقد رأيت النبي توضى مثل وضوء هذا الله شفتها دي بقى لما تكون أنت محب للدين ومحب للسنة ومحب للشرع ربنا ومحب لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بتقلد النبي في كل حاجة لأن ربنا قال لك كده لقد كان لكم في رسول الله قسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا واضح كده يبقى إذن ذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ركز على أحسن الوضوء أرجوك وأرجوك لما تتوضوا اتوضوا زي ما النبي كان بتوضى ويا ريت والله يعني في مرة كده نجيب مياه هنا في الستوديو ونتعلم مع بعض أتعلم معكم ونتعلم كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد طب ليه ثم أتى المسجد ليه ما قالش في أحسن الوضوء فأتى المسجد على أساس أنه هو يكون مستعجل يروح المسجد قال لك لا ده ده فيها فضل عظيم جدا ثم ديت عند علامة اللغة تفيد التعقيب مع الطراخ يعني إيه؟ يعني اتوضى فأحسن الوضوء وكان قاعد شوية ببيته كده وبعدين راح المسجد دي تفيد في إيه؟ تفيد في إنه هو مثلا لو العصر بيدن مثلا على الساعة ثلاثة ومص بدي مسار يعني فهو ما شاء الله عليه هو مضبط نفسه من الساعة ثلاثة خذ بالك متوض من الساعة ثلاثة أو ثلاثة إلا ربع متوض وجاهز تمام؟ وقبل ما يسمع الأدان بعشر دقايق بيبتدي يتجه إلى المسجد عشان يكون جوه المسجد وقت الأذان تمام؟ يردد خلف الأذان ثم يصلي إذا كان فيه صلاة لها سنة راتبة أو إذا كان سنة مستحبة يصليها ويجلس في المسجد يبقى ما شاء الله خارج من بيته متوضي تمام؟ وبعدين متوضي من قبلها كمان يعني راجل مجهز نفسه مجهز قلبه مجهز حياته مضبط عمره كله على إتيان الصلاة على إتيان المسجد لأداء الصلاة يبقى ذلك أن أحدهم إذا توضى فأحسن رده ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة الله أكبر دي بقى توضح الباب اللي احنا بنتكلم فيه احنا بنتكلم في باب إيه حضراتكم فاكرين ما زلنا بنتكلم في باب الإخلاص يلي إن شاء الله فضلنا فيه أظننا حديثين ونخلص الباب ونخش على الباب اللي بعد بنتكلم في باب الإخلاص وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى هنا قال لك لا يريد إلا الصلاة هو خارج من بيته والله ما خارج لمصلحة ولا خارج لأي فلوس ولا لدنيا ولا ولا هو خارج فقط عشان يؤدي الصلاة في بيت الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله يبقى وخارج من بيته متوضي مرايح المسجد لا يريده إلا الصلاة وبعدها النبي قال جملة تانية عشان يؤكد على الأولين قال لا ينهزه إلا الصلاة ما فيش حاجة قومته من بيته ولا من سوقه ولا من الدكان بتاعه ولا من مصنعه ولا شركته ولا المتجر بتاعه إلا الصلاة والله ما خارج إلا عشان الصلاة أذكر زمان كان حصلي حادث في سيارة كانت معايا كانت زمان كده سنة أظن سنة 96 في كان حصلي حادث بسيارة وكان عربية شالت نص العربية عندي وأنا كنت رميت نفسي على الكرسي التاني وربنا سبحانه تعالى يخرج الحية من الميت فروحت عشان أصلح العربية بتاعتي عنده واحد سمكري الناس ذكره بكل خير واوا فروحت عشان آآ آآ اوريله العربية فشافها وقالت خلص ان شاء الله يعني قضى الله وان شافعه ونبدأ فيها واوا فكده أنا بشوف بس هيعمل ايه ومحتاج ايه وكلام ده كله وزي كان محتاج عربون وإلى غير الذري فجأة هو عمال بيضرب بالشاكوش كده على الرفار في الحالة دي حالة ديت عشان يطلع الرفار ببرة ويبتدي سمكرها سمعنا آذان العصر الله أكبر الله ما أنسى الموقف ده الشاكوش كان في ايده هكذا فلسه بيعمل كده فاسمع الله أكبر راح باصس جنب كده ورح رامد شاكوش فلطوله خير يا حاج أنا أنا عارف هو عمل كده ليه بس أنا عايز اسمعها منه فلطوله خير يا حاج قال لي الله أكبر من كل شيء مش شغله من الدنيا من الفلوس من كل حاجة خلاص بدون سمعت الأذان يطقطع ايدي يوم الشاكوش دوت يشتغل في ايه عربية قلو حصلي فرض ربنا وبعدين ايه سي تكملكوا الحطة بتاعت سيدنا الحسن سيدنا الحسين آآ لما راحوا شافوا واحد كبير في السن ومش عارف يتوضى فأول ما شفوا مش عارف يتوضى وهم لسه غلمان صغيرين يعني عشر سنين حداشر سنين حاجة زي كده يعني فطبعا مش من الكاسة ومش من الفطنة ومش من اللياقة ان يروح يقولوله على فكرة انت عندك خمسين سنة وما بتعرفش تتوضى واحنا عندنا 11 سنة وبنتوضى حسن منك ولو عايز تتأكد تعالى تتفرج علينا دي مش من الكاسة ومن الحكمة شوف بقى الحسن الحسين تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم شوف بقى تربية النبي بيعمل ايه؟ فارح قالوا بي يا عم السلام عليكم قالوا عليكم السلام قالوا بص يعني انا واخويا بنتنافس في مين فينا بيتوضى احسن بالتاني فممكن تتفرج علينا وتشوف مين فينا؟ أنا يعني الحسن وله الحسين رضي الله عنهما سيدة شباب اهل الجنة تشوف مين فينا اللي بيتوضى احسن بالتاني؟ قالوا من طيب اتفضلوا فالبنتين داخلوا في الوضوء ان شاء الله وتوضوا فواحدا ما خلصوا قالوا ها مين فينا بقى احسن بالتاني الحسن او الحسين? قالوا من حسن الحسين افضل مني أنا مبعوش التوضى كده تمام؟ فتعلم الوضوء من الحسن والحسين بالاسلوب الجميل ده خيل حضرتك لو انت عايز تعلم حد معلومة معينة فبدل ما تكسفه وبدل ما تحرجه وبدل ما يعني تخليهها فدامك مبلول وصله المعلومة بشكل غير مباشر واحد بيقرأ الكرآن غلط بيقرأ الفاتحة غلط عنده ستين سنة وممكن يكون راجل صاحب منصب وممكن يكون مدير شركة ويستنكف ان انت تقوله انت ما بتعرفش تقرأ الفاتحة يقول لك انا انت هتعلمني انا كراءة الفاتحة انه ممكن تجيبه له الكاسة جميلة جدا قل له حضرتك ممكن بعد اذنك تحكم مبيني ومبين زميلي مين فينا بيقرأ الفاتحة افضل من التاني اه ما فيش مشكلة تفضره هيحس حتى ان انت ايه بتقدره وان هو ما شاء الله بقى وصل لمرحلة ان هو بقى حكم ما بينكم في كراءة الكرآن فلما تقرأ الفاتحة بقى بالاحكام والمدود وهذه الاشياء امام هذا الرجل رجل ده هيفهم سنزق جدا ان انت وصل طوله معلومة من غير ما تحرجه هيحس في الوقت ده ان هو ما كانش بقى فيه اقرأ الفاتحة فعلا فاقولك طب ممكن بقى انت اتعلمها لي ان انا شايفك بتقرأها كراءة جميلة او على الاقل لو كان عنده شيء من الكبر هيتعلم منك كراءة الفاتحة اقولك لا بصراحة كراءتك انت طيبة ما شاء الله عليك ربنا يزيدك واخلاص هو كده اتعلم وصلت الرسالة يبقى اذا ايه ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاة نيته ومش خارج الا عشان الصلاة لا ينهزه الا الصلاة ايه النتيجة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالك لم يخطو خطوة الا رفع له بها درجة الله اكبر عشان كده كان فيه كتير من الصحابة كانوا يحبوا يسكنوا بعيد عن المسجد بعيد عن مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم درجة انه لما سموا الاحاديث ديت بعضهم كانوا يتقلوا ايه طب يعني لو قربت بالمسجد ده انت بيتك بعيد جدا ده انت عند العالية في اخر المدينة وبتيجي والمشوار شق جدا في الحر وفي البرد والدنيا ظلمة طبعا وشوارها مش مسافلتها وممكن يطلع ليه ديب ولا يطلع ليه اي حاجة وبعدين ممكن يكون فيه مطر وممكن يتزحلق ممكن يبهدل ومع ذلك هو مصر ييجي وما فيش بقى الموتسيكل والعجلة والعربية ولا ما فيش كان ده خالص جاي على رجليه ولا طبعا ممكن يركب الفرس بتاعه ويركب الجمل بتاعه لا هو جاي على رجليه عشان كلمة خطوة دي بقى عشان كل ما ياخد خطوة كده هو راح المسجد لم ياخد خطوة إلا رفع له بها درجة الله هو الذي يرفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد الله جاي حضرتك زي ما قلت لك كده على بعد ألفين خطوة أو ألف خطوة من بيت المسجد يعني أذكر كان لنا بعض زملائي في بداية التزام زمان بقى من حوالي تلاتين سنة فكان لما نجي نروحين للمسجد عشان نصلي فكان بعضهم كان يعمل حركة كده جميلة قوي فكان يمشي بخطوات ديقة قوي يعني بدلا بيفتح رجليه كده والتانية كده لا كان يمشي كده وكده فقول له ليه كده وأنا فاهم يعني هو بعمل كده ليه بس برضو عايز ايه يعني نقعد كده مفتح على بعض أبوه بخير يعني فقول لي كل خطوة بيترفع درجة والتانية بيتغفر خطيئة فانا عايز اقتر عايز اقتر من الخطوات اللي يترفع بها الدرجات وتغفر بها الخطيئات أخذ بالك طيب فوانت رايح للمسجد كل خطوة درجة عمالة تترفع في الجنة وخطيئة بتغفر لحضرتك لحد ما تدخل المسجد طيب وصلت المسجد ودخلت المسجد الخير انقطع أبداً الخير مش ينقطع أبداً لو انت رايح ولو انت جاي فإذا دخل المسجد الله يبقى رايح المسجد يصلي ابتغاء مرضات الله ولازم تجدد النية ان ما تنساش الكلمة اللي نبقى قالها لا يريده إلا الصلاة ولكز عليها مرة تانية بلغة تانية لا ينهزه إلا الصلاة ما فيش حاجة قومته إلا الصلاة هو مش خارج من ميته إلا للصلاة مش رايح عشان دنيا ولا رايح عشان يقابل واحد في المسجد ولا آه ده أنا افتكرت والله فلان ليه عنده خمسين جنيه وهو بتصلي في المسجد فلاني أنا مش قادر راح أصلي جماعة بس راح أصلي عشان ألاقيه هناك واخد منه فلوس لا هو رايح للصلاة رايح عشان يصلي ويسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى قال فإذا دخل المسجد اسمع بقى المفاجأ اللي جاي بس بعد ما تصلى عن حبيبك صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه الله دخل المسجد داخل هيصلي مثلا الظهر الظهر السنن بتاعه قدي يا جماعة ستة ركعت أربعة قبل الظهر واتنين بعد الظهر هيصلي اتنين ويسلم ويصلي اتنين ويسلم وبعد ما يصلي الظهر هيصلي اتنين ويسلم ممكن يزود كمان اتنين بعد الظهر يضف له حاجة جديدة منحة جديدة ايه المنحة الجديدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر اربعا وبعد الظهر اربعا حرم جسده على النار وفي رواية حرم الله جسده على النار يبقى ايهزا دخل صلى الظهر يعمل بقى حياة كويسة جدا وهو داخل يصلي سنة الظهر داخل طبعا قال دعاء دخول للمسجد واول ما دخل تمام الله اكبر ينوي حاجتين في اول ركعتين ينوي استحية المسجد مع اداء سنة الظهر خلص خلص اول ركعتين ضرب عصفرين بحجر وسلم يوم يجايب ركعتين كمان ويقعد في المسجد هيقعد في المسجد يعمل ايه مش هيقعد بقى ازايك حاجفلان وازايك حاجفلان وحكي لا 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 قعد أذكر ربنا قعد استغفر هيققلبك انك هتوقف الان بين يدي الله سبحانه وتعالى فطول ما انت قاعد في المسجد دي اسمها ايه اسمها الصلاة تحبسك يعني انت محبوس الان عشان الصلاة انت قاعد الان في المسجد عشان الصلاة اسمها مادامة الصلاة تحبسه هي دي مش تحبسه يعني تحطه في السجن لأ. يعني الصلاة هي اللي مقيدك انك تفضل قاعد كده عشان مستني اقامة الصلاة. طول ما انت قاعد حضرتك بقى في المسجد ما تزهقش. طبعا مش معنى كده بقى ان الامامة او المؤذنة هيخلي الاقامة مثلا بعد نوص ساعة ولا تلت تربع ساعة. برضو الناس الله يكون فوقنا عندها اشغالها. وعندها ظروفها. ممكن يكون واحد مريض. ممكن يكون واحد ربنا يشفي جميع مرضى مسلمين عنده السكر. يحتاج يدخل يقضي حكته كل ربع ساعة نص ساعة الله يكون في قول الناس. فلكن انا بقول جدلا لو ان حضرتك قاعك في المسجد بعدما صليت السنة استنيت الصلاة صلاة الفريدة لمدة نص ساعة يتكتب لك عند ربنا ان انت في النص ساعة دي كنت بتصلي. تخيل حضرتك. نص الحديث اهو. يقول النبي صلى الله فاذا دخل في المسجد كان في الصلاة في عين الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه. اه طبعا ما هي الصلاة بتحبسه ما هو ما استني ايه. يعني هو قاعد ما استني حاجة غير الصلاة. هو لو اقيمت الصلاة ما هيصلي الاقامة هيصلي الصلاة بعد الاقامة وإما أنه يصلي السنة في المسجد أول أفضل يصليها في البيت ويمشي خلاص إنما إيه اللي ما عدوا مستنى إقامة الصلاة يبقى مدامة الصلاة وتحبسك فأنت في صلاة مدامة الصلاة تحبسك فأنت إيه فأنت في صلاة طيب وفوق ده كله بقى أشوف الخير اللي جاي والملائكة يصلون على أحدكم مدام في مجلسه الذي صلى فيه حضرتك قعد في المسجد صليت السنة القبلية إذا كانت سنة راتبة زي سنة الفجرة أو سنة الدهر تمام؟ أو سنة مستحبة زي سنة العصر القبلية أو سنة المغرب القبلية أو سنة العشة القبلية اسمها سنة مستحبة تمام؟ فأنت لو قعد بقى في المسجد حضرتك صليت السنة وقعدت فقعد بتذكر ربنا قعد بتسبح قعد بتستغفى ربنا قعد بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة بقى طول ما انت قعد مكانك مستهلن الصلاة يعملوا يبقى ايه؟ الملائكة يقولون بنص الحديث اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تبع عليه تلت دعوات من اللي بيدعي لك؟ الملائكة ودعاء الملائكة لك افضل من دعائك انت لنفسك بل افضل من دعائنا جميعا لحضرتك ليه؟ لان احنا اصحاب معاصي ممكن ربنا يستجيب دعائنا ممكن ربنا ما يستجيبش دعائنا اخذ بالك لكن احنا بنحسن الظن بالله اما الملائكة فلا يرد دعاؤهم لانهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يبقى الملائكة طول ما حضرتك منتظر الصلاة منتظرها بالكة ديه ربع ساعة نصف ساعة تلت ساعة طول الفترة ديه لا تفطر الملائكة عن هذا الدعاء التلت ادعيان اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تبع عليه الله خير حضرتك الكلام ده ممكن يتوفر في البيت؟ طبعا لا ان في البيت انت مش بتحبيسك الصلاة انت في البيت مش هتصلي في المسجد فبالتالي اول ما بتسمع الاذان توم تصلي للسنة وبعدها على طول الفرض وتخلص وتقعد في مكتبك او تقعد في غرفتك او تقعد في اي مكان منما في المسجد انت مستني اقامة فالملائكة من فرحتها بيك من فرحتها ان انت تركت مشغلك وتركت اقول لادك وزوجتك وتركت مكتبك وتركت الاعدة الحلوة اللي انت عيدها مع صحابك وقفلت دكانك وسبت وظيفتك وسبت مش عاف ايه وداخل تصلي في وقت الصلاة فالملائكة تحتفي وتحتفل بك فتقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ما تب عليه بس بشرط قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يؤذ فيه وما لم يحدث فيه بمعنى الملائكة هتفضل تدعيلك الدعاء ده لحد اقامة الصلاة بشرط انك ما تؤذيش حد وما تحدثي ما ينتقدش الوضوء بتاعك تمام يبقى طول ما انت قاعد في المسجد على وضوء تنتظر الصلاة الصلاة وتحبسك انت قاعد مستني اقامة الصلاة طول الوقت ده بفضل الله سبحانه وتعالى الملائكة بتدعيلك اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم اتوب عليك درجة الحديث مرة تانية مع بعض كده اقراءة قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رؤوا البخاري ومسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل فيه جماعة تزيده على صلاته في سوقه بضعا وعشرين ودرجة قلنا في رواية خمس عشرين وفي رواية سبع عشرين وذلك ان احدهم اذا توضأ فاحسن رضوء ما تنساش الله يبر فيك اتوضى صح ثم اتى المسجد طيب الكلام ده للرجالة احنا نسينا النساء النساء بقى ممكن ياخدوا الاجر ده او الله بحقولة طب ياخدوه ازاي يروح المسجد يعني لهم الحق لا تمنعوا ايماء الله لما سجد الله طالما طريق امان تروح المسجد محدش تعرض لا تروح انما لو صل في البيت وصلاتها في بيتها افضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم لو صلت في البيت بس الصلاة في وقتها بقى حط بقى البامية والمولخية ولا مشاف ايه ولسه بتعمل دقية البامية ولا مش عارف بتعمل التومية بتاعت الملخية بس انا غاوي ملخية يعني فبتعمل حق دي ايه تاخد بالك وعم فك ازمية الاذان طب اخلص بس الايه الدقية بتاعت البامية طب اخلص اللي مش عارف ايه بتاعت ال لا 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 اطفع لكل ده الله هو اكبر من كل شيء وخش صلى الاكل هيبوز لا مش هيبوز ان شاء الله ينفع توط عليه ووط عليه ينفع تطفو وتولعي تاني مفيش مشكلة يعني انت طبعا اضرب خبراتك يعني اضرب الاكل ممكن يتعمل ازاي خش صلى الصلاة في وقتها لو صليت الصلاة في وقتها تاخد الاجر ده كله فضل لا او الله هنعزيني تاخد الاجر ده كله اي نعم يترفع لك طب انا ممشيش هيتحسيب لك كانك مشيتي شوف بالنية يتحسيب لك ان انت مشيتي وترفع لك درجة وتغفال لك خطيئة مع كل خطوة وانو بقى النية بقى حلو ان شاء الله نياتي كان نفسي صلي واسا في المسجد اللي على بعد ده الفين خطوة يتحسيب لك وبعدين وكانت نياتي والله لو هستنى الصلاة عشان تقام ساعة والله العظيم استنى يتحسيب لك كانك صليتي كانك تحبست في المسجد ساعة تقعدت في المسجد ساعة وتكتب لك كل الاجر ده كانك في صلاة وكان نفسي والله صلى عشان ملايك هتدعي لك اللهم ارحمها اللهم اخفر لها اللهم اطوب عليها ما لم تؤذي احدنا وما لم تحدثي ده الحديث رقم 11 هنخش على الحديث رقم 12 ولكن بعد فاصل قصير جدا صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ما ندى باسة اكملت الحلقة ان شاء الله بدعنا الاسماء الفائزين في مصابقة شرح الياض الصالحين السؤال كان هو من هو اول صحابي جهر بالقرآن في مكة كانت الاجابة الصحيحة هو الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحافة اجمعين اسماء الفائزين الفائز الاول الاستاذ احمد محمد محمد عبد الكريم الاستاذ احمد محمد محمد عبد الكريم والفائزة الثانية الاستاذ حنان الحسيني عبد المقصود الاستاذة حنان الحسيني عبد المقصود ان شاء الله الاثنين بعون الله سبحانه وتعالى يتجهوا عندهم من بكرة الثلاث لحد يوم السبت يتجهوا الى مكتبة الصفة خلف الجامع الازهر ان شاء الله كل واحد يستلم موسوعة كاملة من شرح الياض الصالحين سبع مجلدات اسأل الله عز وجل ان ينفعكم بها يا رب العالمين سؤال حقه هذا الاسبوع في اي يوم خلق ادم عليه السلام السؤال سهل جدا ووسط جدا لعله عسى ربنا يكلمكم وتفوزوا كلكم في اي يوم خلق ادم عليه السلام زي ما قلتنا حضرتك ابعت اسمك زي ما هو مكتوب في البطاقة اسم رباعي واسم المحافظة اللي انت منها والاجابة بتاعت السؤال فقط اسمك واسم المحافظة والاجابة ربنا يا رب يغنمنا وياكم الخير يا رب العالمين ويبارف فيكم وانا والله لو املك اود الكتاب لكل مسلم عنواج الارض والله كنت اتمنى يكون في بيت كل مسلم ربنا يحفظك ويبارف فيكم تعالوا نخش على شرح الحديث رقم 12 احتمال كبير نختم الارض بالحديث رقم 12 الحديث رقم 13 حديث في غاية الرواع حديث رائع جدا وفيه عبرة عظيمة جدا جدا في الاحتمال نخليه الحلقة اللي جيد حديث رقم 12 عن ابي العباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال قال الله قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك يبقى ده حديث قدسي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك حديث يعتبر جزء منه نبوي جزء منه قدسي كما سترون الآن ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة واحد هم أن يعمل حسنة وما عملهاش اتكتبت له حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة الجزئية بابتت حديث كدسي اللي هي قول المولى عز وجل كما في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة أن الله عز وجل يقول للملئكة إنه تركها من جراي يعني إيه يعني ترك هذه السيئة هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كميلة لأنه تركها من جراي يعني تركها من أجلي سبحانه وتعالى إيه معنى الحديث تعالوا تشوف معنى الحديث بس بعد ما تصلى عن حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات يعني إيه كتب الحسنات والسيئات إيه كتابة الحسنات والسيئات مخصوط بها معنيين بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم المعنى الأولاني أي أن الله عز وجل أمر الملائكة بكتابة الحسنات والسيئات في اللوح المحفوظ تمام؟ اللي مكتوب فيه مقادير الخلائق كلها طيب إبا إذن كتابا باللوح المحفوظ أي نعم قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر وقال جل وعلا وكل صغير وكبير مستطر تمام؟ فالله سبحانه وتعالى كتبت حسنات والسيئات في اللوح المحفوظ ده المعنى الأولاني المعنى الثاني أي أن الله عز وجل يأمر الملائكة بكتابة حسناتك وسيئاتك إذا فعلتها واضح كده؟ يبال معنى يين وردين؟ المعنى الأولاني أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ده علم المولى عز وجل لا يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون لو كان كيف فكان يكون فالله يعلم مسبقا مسبقا الأمر ليسا فيه إجبار عيازا باللازم ببعض الناس بتفهم غلط ما فيهوش إجبار الله يعلم مسبقا إن عبدي فلان لما أخلقه لما أخلقه أخلق هذا العبد العبد ده لما يجي الدنيا ويعيش فيها ويتعرض عليه كل أسباب الهداية وإلى غير ذلك هيرفضها وهيعيش على السيئات والمعاصي والذنوب إلى غير ذلك فأنا أعلم إنه هيعمل الحسنة دي أو السيئة دي هيعملها في المكان الفلاني في الوقت الفلاني في اللحظة الفلانية الله يعلم ذلك سبحانه وتعالى وممكن في وقت وقت يتوب إلى الله ويعمل شرعة حسنات فربنا يعلم إنه في اللحظة الفلانية وفي المكان الفلاني في اللحظة الفلانية هيعمل برضو حسنات يبقى الله عز وجل أمر الملائكة بكتابة الحسنات والسيئات في اللوحة المحفوظة طيب والمعنى التاني بمجرد من الإنسان بيعمل الحسنة بتكتب حسنة إلى عشر أمثالها إلى عشر أضعافها أو إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وهنشوف ده ليه ليه بتكتب الحسنات عشرة وليه بتكتب سبعمائة وليه بتزيد على السبعمائة إيه السبب هنعرفه دلوقت طيب يبقى بمجرد ما حضرتك أو حضرتك تعمله حسنة تقول كلمة خير تعمل عمل في خير سواء بالقول أو بالفعل تمام؟ أو حتى بالنية طيبة بيتكتب لك كل حاجة كل ده يتكتب في ساعتها مجرد ما عملت خير أو قلت كلمة خير ما لكن حسنات على طول لعلمين يكتبها لك على طول طيب عملت سيئة عندنا بقى حديث قمة في الإعجاز مش أقوله لما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال الملك اللي معاه القلم وبيكتب على حضرتك وحضرتك السيئات اسمه صاحب الشمال واللي بيكتب الحسنة اسمه صاحب اليمين إن صاحب الشمال لا يرفع القلم عن العبد إذا عمل سيئة ست ساعات الله أكبر حضرتك أزنبت الساعة وحدة الظهر لا من وحدة الظهر للساعة سبعة بالليل لحد سبعة مساء الملك ما كتبش سيئة لعله وعسى وحدة الظهر كده واحدة ونصة تتوب الساعة اتنين تتوب داخل صلاة العصر روح تم استغفر جعد عليك المغرب يمكن رجعت ربنا يمكن على صلاة العشاء كده تتوب كده الساعة ستة ونص ما توبتش في الوقت ده كله ست ساعات ما فكرتش تستغفر لأ ده انت مش ناوي بقى خبالي شوف المعنى فبعد ست ساعات يكتبها على حضرتك سيئة وحدة سبحان الملك شوف رحمة ربنا قديه يبقى ملك الحسنات مجرد ما حضرتك تعمل حسنة بيفرح بيها طبعا الملائكة تعرفك وتفرح بأي خير حضرتك وحضرتك تعملون اي خير بتعملوه اي خير بتقولوه الملائكة بتفرح ودي رسالة بقى اللي قاعدين ليل ونهار على النت يشتموا ببعض ويخبطوا ببعض ويخونوا ببعض ويتهموا ببعض ويشهروا بأعراض بعض ويقولك بنتسلم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد النبي سؤل عقبة بن عامر بيسأله الحديث روات ترمذي بسنة صعيه قال له يا رسول الله ما النجاة كيف أنجو من هذه الدنيا كيف أنجو من هذه الفتن كيف أنجو من هذه الحياة قال له أمسك عليك لسانك دي أول حاجة أمسك عليك لسانك اللي هو في المسأل بتاعنا لسانك حصانك إن صنت صانك وإن هنت هانك بس يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك قعد في بيتك إيه ما اشتغلش يعني لا اشتغل بس لما تختارد بالناس اختارد بهم في الأمور اللي أنت محتاج تختارد بهم مش عشان مصلحتك لا أستغفر الله ما أصدت هذا إنما اختارد بهم في أفرحهم في أحزنهم في مناسبتهم في خدمتهم في دعوتهم إلى الله وفي سائر المباحات قعد في بيتك قعد في بيتك أفضل تحتكش قوي خليك بعيد ولطيف ما تخسرش حد ما تعديش حد لكن في نفس الوقت ما تحتكش زيادة عن اللزوم ما تضيعش عمرك في العادات والصهرات والقيل والقال لسانك أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكع على خطيئتك يبقى النجاف ثلاث حاجات أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكع على خطيئتك يبقى إذن الإنسان إن جرد ما يعمل سيئة ملك السيئات يرفع القلم ست ساعة لعله وعسى التوب يمكن تفكر مع عسى الكاتب يقول أستغفر الله خلاص لو قلت أستغفر الله السيئة اللي عملتها واللي ملك السيئات هيكتبها خلاص ينزل الألم ما يكتبهاش جميل طيب اتكتب سيئة والتانية وعشرة ومتين وألف ومتين ألف قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله تغفر ذنوبك وإن كنت قد فررت من الزحف تغفر ذنوبك كلها جرد التوبة النبي قال كده صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمان لا ذنب له شوف المعنى الجميل وبعدين ده أنت مجرد ما تندم دي الندم توبة وده حديث برضو الندم توبة ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى الندم توبة والتائب من الذنب كمان لا ذنب بلى كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبونا فيستغفرهم فيغفر الله لهم كل دي أحاديث وأحاديث كلها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذن الله عز وجل أمر بكتابة الحسنات والسياد يمين فإن هم فمن هم بحسنات فلم يعملها ده لغز لغز والله فمن هم بحسنات فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسناتا كاملة كتبها يعني أمر بكتابتها وإلا فربنا صلى الله عليه وسلم مش هيكتب كل الناس دي حسناتهم بنفسه سبحانه وتعالى إنما يأمر الملائكة الذين يعملون جنود ربنا الذين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المعجز الذي رواه الترمذي بإسناد حسن يقول قطت السماء يعني أن تعانت قطت السماء وحق لها أنطأت لها حق أنها تأن وتعاني ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أوراكع الله فيش موضع أربع أصابع في السماوات السبع دي كلها إلا في ملك ساجد أوراكع لله سبحانه وتعالى شوف الملائكة ما بيفطروش عن عبادة ربنا لحظة واحدة يا جماعة ما عندهمش شهوة لأكل ولا شرب ولا نكاح ولا أي شيء خالص من مرة لا بيأكلوا ولا بيشربوا ولا بيتناكحوا ولا يتناسلوا شوف أديت مخلوقات مطهرة مخلوقات نورانية خلقت من النور كل حياتهم فقط عبادة ربنا وتنفيذ لأوامر ربنا فقط وكل واحد دي وظيفة شوفوا ليل ونهار في عمل دقوب شوف المعنى الجميل ده يريتنا أنه تخلق بأخلاق الملائكة ونفسي في مرة عملكم سلسلة كده عن عالم الملائكة والله ستسمعوا لعجب العجاب أي والله هتسمعوا لعجب العجاب عن عالم الملائكة يبقى فمن هم بحسنات فلم يعملها كتباه الله عز وجل عنده حسناتا كاملا يعني إيه؟ يعني واحد هم أن يفعل طاعة معينة خبالك وبعدين حيلة بينه وبين الطاعة أهلا أنا رايح النهاردة أتصدق مثلا على الفقير اللي قاعد على نصد الشارع خد خمسين جنيه ورايح وباسم الله هو رايح خمسين جنيه وقت منه واحد ابن حلال على طول لقاطها فحيلة بينه وبين هذا الخير يكتب له كأنه تصدق بخمسين جنيه كتبت له حسنا كاملا الله شفت المعنى الجميل ده لأ ده فيه معنى أجمل من ده كله بس بعد ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم يقولك أنه بمجرد ما يهم بالحسن حتى لو رجع في كلامه مش رجع في كلامه إنكار للخير ده لأ إنما بدأ له يعني طلع الخمسين جنيه من جيبه وراح يتصدق واحدهم فجأة بعد ما هو فعلا صدق في نيته وعازم منه وراح يدفع الخمسين جنيه بس اختقر إن البيت مفكوش أكل الهيال يعني آه طبعا لازم يكون فيه قيم في الله بس لازم يكون برضو فيه أخذ بالأسباب في البيت مفكوش أكل وولادي ممكن يباته من غير عشاء فقال طب خلاص يعني أجيب أكل للأس خد أجر كأنه تصدق بالخمسين جنيه تخيل حضرتك ذلك أفضل الله يؤتيه من يشاء واحد هم بأنه هو يقرأ عشان يتوضع عشان يقرأ الكرآن وراح يتوضع عشان يقرأ الكرآن حصل له ظرف ففجأة خبط ضيف دخل قعد معه ضيف جيله من مكان بين قريب وجاله زيارة صرة رحم فكان هيقرأ الكرآن ودخل توضع وجاية هيمسك المصحف لقى الباب يخبط فتح لقى ابن عمه وبقاله السنة ما شافهوش فقعد معه يتكتب له أجر الورد اللي كان هيقرأه من الكرآن واحد هم أن يتصدق وراحش أن يتصدق وبعدين مش هقولك فلوس ضاعت لكنه أمسك ما تصدقش لأنه تذكر حاجة تاني مهمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح في الحديث العجيب الذي رأى مسلم قال دينار أنفقته تصدقت به في سبيل الله ودينار أعتقت به رقبة أو دينار مثلا أنفقته على مسكين أو على ياتيم ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك شوف أديه شوف أجر نفق على الأهل على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الأم وعلى الأب وعلى العيلة شوف أديه النفقة الاجر النفقة الناس ما بتاخدش بالها من موضوع ده يعني تخيل احيانا تجد بعض الناس يبقى زوجته قاعدة في البيت هي ولاده وحلتهم يعني مش سايب لهم فلوس ولا اي حاجة وتلاقي داخل برة محل الكباب والا بتاعه شافيه بياكل اللي هو الوحده ياكل اللي هو الوحده وبعد ما ياكل الوحده ويرجع البيت هاي حبيبت السلام عليكم ازاي اخبار عامل ايه اخبار العدس ايه والحمد لله عملت ولا عملتيش وكأنه مكلش وكأنه هو جاي مصبر نفسه اليوم كله عشان ياكل مع زوجته عدس هو ياكل معه فول ولا ياكل معه مشافيه وهو كالكباب انا اتعجب للرجل اللي يهون عليه انه ياكل من غير ولاده بقى بصراحة باستغرب الواحد انا لا احرم ولا احلل لكني انا اه يعني انا عن نفسه ما اقدرش ياكل لقمه من غير ولادي بل لما ولادي ياكله كاين انا كلت حتى لو ما كلتش انا ومش مش ده حالي انا لا ده حال اباق كتير جدا يعني بالمنظر ده ده ما فيه نوع من البشر ما تفرقش معه مم هو يمبسط ويملي معدته ويبقى الاسلام بخير يا خبال حضرتك يبقى اذا فانهمة بحسنات فلم يعملها شيء ما قالش فعملها فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة الله طيب وانهم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة ايه الى وإلى وإلى ليه طب من عشرة قال لسبعمائة طب ليه ما قالش من عشرة لمية لمتين لتلتمية عشان يختصر الموضوع يعني هي فعلا وردة كده كهو الموضوع كده صح فعلا هو الموضوع ان يبقى عشر حسنات او عشرين او مية او خمسين او متين او تلتمية او ربعمية او سبعمية هي بالترتيب ده كده يعني مش بالنفس الرقم اللي بقوله ده بس هي ماشية كده هي ماشية كده بس هو عايز اقولك كأنها من عشرة لسبعمائة وفي ناس بقى هتعدى الى اضعاف كثيرة لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى طب التفاوت ده ايه سببه قالك حاجتين الحاجة الاولية مدى الاخلاص اللي في قلب حضرتك والحاجة التانية مدى المتابعة في العمل اوضح صلى على حبيب صلى الله عليه وسلم واحد داخل يتصدق ونيته اخلاص نيته لله سبحانه وتعالى كان باب الاخلاص باب النية واخلاص النية لله ونيته انسان مخلص لله مئة في المئة الصدقة ديه يتحسب له مش سبعمائة لا اضعاف كثيرة اكتر من سبعمائة بكتير جدا لا يعلمه الا الله اخلاصه اقل شوية يتصدق ياخد سبعمائة حسنا لا اقل شوية يبقى خمسمائة طب ربعمائة طب شافئين لكن اقل حاجة بس ما اقولش ان ما فاش اخلاص لعفيها اخلاص بس مش بنفس الدرجة دي ان لو ما فاش اخلاص مش هتقبل اصلا واضح المعنى فعلى حسب اخلاصك على حد على حسب الاجر من عشرة الى سبعمائة الى اضعاف كثيرة طب وما بنية على ايه تاني قال لك على المتابعة واحد داخل يصلي فواحد داخل بيصلي وبيبتدع بقى بيقلف صلاة من عنده خبالك فداخل مثلا مش هول ان هو بقى يعني عمل صلاة دي دا لا هو نفس الصلاة بس بقى ايه ابتدع في حركتها مثلا الله اكبر بدل ما يحط اليمنى على اليسرى على الصدر لا ما حتطلك على القلب كده هي دماغه كده بيلا غصي عشان دي بقى قريبة من القلب عشان الخشوع لا 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 عمرها ما تيجي خشوع لان لو خالفت النبي في اي شيء فليحضر الذين يخالفون عن امرها ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذابهم اوعى تفتكر ان انت بتعمل حاجة افضل من اللي بعملها النبي قال صلوا كما رأيتموني اصلم اقرأ كده في وصفة صلاة النبي شوف كان بيصال زي او يعمل سايه بالزبط كربون بالملي زي ما النبي عمل اعمل او هتغير او هتقالف حاجة من عندك اخذ بالك طيب يبقى انهم بحسنات انت عاملها تكتب له يبقى لو ما عملهاش يكتب له يا جماعة حسنة واحدة طب لو عملها عشر حسنات الى سبعمائة الى اضعاف كثيرة لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى طب والسيئة بقى قالك وانهم بسيئة خب لك وركز في الحتة الجميلة دي وانهم بسيئة فلم يعملها كان المفروض ايه الطبيعي يعني بصراحة اقول كده اه لا ما تكتبش حاجة واحد خارج واناوين هو ينظر للنساء عزكم الله وبعدين قال لا لا انا مش ماريش مزاك وراح اراجع كده ما بصش المفروض ايه لا تكتب للي ولا عليه خلاص يعني قالك لا هنا بقى يبحث في نية هذا الانسان مش حالب نتكلم في الاخلاص والنية اقول الحديث دي كلها بتخدم الموضوع ده قالك فانهم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عز وجل حسناتا كامل حسناتا كامل اي نعم حسناتا كامل طب ازاي يا ربي ده هو كان عايز يعمل سيئة وما عملهاش ليه تكتب حسنا يعني واحد عايز يعمل معصية فما عملهاش تكتب حسنا طب ازاي يعني شوف الرواية التانية توضحها لك رواية في البخاري ومسلم قال جل وعلا لانه تركها من جراي يعني من اجلي اه النية هنا بقى رايح ينظر فاتح البلكونة وقال اتفرج كده على واحدة معاديا وبعدين فقيا خارج قال استغفر الله ابوص ازاي ده ربنا حرم عليه قال كل المؤمن يوضوا من ابصرهم وحفظوا فروجهم ما ربنا قادر ياخد عناية ديته ما شوفش بها تاني طب ليه ما حافظ عن نعم احفظ الله يحفظك فرح راجع قال ليه يمكن ابص انا استغفرك يا رب والله يعني انا باستغفرك يا رب سمحني وبتركها ابتغاء مرضات الله فتكتب له السيئة اللي كان هو يعملها فما عملاش تكتب له ايه حسنا شفت فضل ربنا عمل ازاي طب ولو عملها بقى وان هم بها فعملها تكتب له سيئة واحدة فقط قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجز إلا مثلها وهم لا يظلمون يبقى عندنا كده كم صنف بقى في الحسنات والسيئة خمس اصناف عدة معايا الصنف الاولاني هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة التاني هم بحسنة فعملها كتبت طبع من عشر حسنة دي سبعمائة الى اضعاف كثيرة حسب اخلاصه ومتبعيته للنبع على السلام التالت هم بسيئة فلم يعملها ابتغاء مرضات لا كتبت حسنة الرابع هم بسيئة فعملها كتبت عليه السيئة الخامس ده ادمين الخامس ده بقى هم بسيئة وعزم على فعلها واتى بكل الاعمال التي تعين على تلك السيئة ولكنه لم يتمكن من فعلها فكتبت عليه سيئة ليه لانه وصل مش لمرحلة الخواطر لا لمرحلة العزم ايه الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصعيحين في البخاري ومسلم اعلى درجات الصحة اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار طبعا مش مخلدين الا عند الاستحلال بقى انا ما بكلم على ايه مش مخلدين لان ما فيش مسلم يخلد في النار انما هو اتى بكبيرة اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقالوا يا رسول الله هذا القاتل طب القاتل دخل النار معروف قتل مسلم فما باله المقتول ليه المقتول ليه هيخش النار مع انه مقتول ده ما عملش حاجة ده تقتل قال انه كان حريصا انه هي بقى كان وصل لمرحلة العزم داخل بيقاتل مسلم ونفسه يطول ونفسه خلص عليه نفسه اقطعه حتة نفسه اعمل فيه نفسه موته بس ما عارفش التاني كان اقوى منه فقتله قاله انه كان حريصا على قتل صاحبي اه هي دي السيئة اللي لو ما عملهاش تكتب سيئة اللي ايه عايز يعمل سيئة معانا عايز يقتل مسلم وحريص وعزم وراح جاب السيف وسن السيف وزبط نفسه وتربص المسلم والتقى به وحاول يقتله لكنه معارفش يقتله فتقتل فيخش النار معه فالقاتل والمقتول في النار القاتل لانه قتل والمقتول لانه كان حريصا على قتل صاحبي اما الهم الذي لا يكتب فهو الخواطر التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبه عقد ولا نية والعزم وصلنا اخر الحلقة ان شاء الله الحلقة القادمة هتبقى حلقة مهمة اواه ان شاء الله اتمنى اكون جميلة جدا وتعجبكم ان شاء الله في شرح حديث رقم 13 ان شاء الله اسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء ان يفرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين موسع ارزاق المسلمين اللهم موسع ارزاق المسلمين وسد الدين عن المديونين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اعزى الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اجعل مصران الحبيبة سقاء رقاء أمانا وسائر بلاد المسلمين اللهم فرج هم المسلمين في ليبيا وفرج هم المسلمين في مصر وفرج هم المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين اصطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم إنا نسألك من كل خير نسألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نستعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجمعنا مع الحبيب المصطفى على حوضه الأنور لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأكمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحابه وسلم محبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة